بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث في الممسوحات في الطهارة ثالثاً المسح على الجبيرة الجبيرة هي الأعواد التي توضع على الكسر ثم يربط عليها ليلتأم وسميت بالجبيرة تيمناً بأن الله سبحانه وتعالى سيجبر هذا الكسر والآن يوضع بدلها الجبس في المستشفيات حكم المسح على الجبيرة في الطهارة يجوز المسح على الجبيرة لحديث صاحب الشجة وحديث صاحب الشجة أن نفراً سافروا في سفر وكان أحدهم أصابته شجة في رأسه وهي ضربة في الرأس فناموا فاحتلم فلما أرادوا أن يصلوا قالوا لابد لك من الاقتسال فاغتسل فمات فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر فقال قتلوه إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها وشروط المس على الجبيرة الشرط الأول أن لا تتعدى الجبيرة قدر الحاجة والمراد بقدر الحاجة هو ما قرب من الكسر مما يحتاج إليه في الشد فإن تجاوز 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 الجبيرة قدر الحاجة فهل يخلعها أو يزيلها الجواب إن أمكن أن يخلعها أو ينزعها بلا ضرر فإنه يفعل ذلك وإن لم يمكن مسح قدر الحاجة وتيمم عن الزائد كما هو في المذهب قال ابن عثيمين رحمه الله والراجح أنه يمسح على الجميع بدون تيمم لأنه إذا تضرر بالزائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة الأمر الثاني أن يضع الجبيرة على طهارة هل يشترط هذا الشرط؟ بعضهم اشترط هذا الشرط قياسا على الخف وعلى العمامة الذي ذكرنا ولكن اشتراط الطهارة في الجبيرة ضعيف لعدة أمور الأمر الأول أنه لا دليل على ذلك ولا يصح أن تقاس على الخفين لوجود الفروق بينهما والثاني أنها تأتي مفاجأة الكسر أو الجرح يأتي مفاجأة وليست كالخف متى شئت تلبسه تلبسه ومتى تشاء تنزعه تنزعه فهذه تأتي مفاجأة وبالتالي اشتراط الطهارة يعني مرجوح ولا وجه له أحوال الجرح الجرح له حالان الحال الأول أن يكون مكشوفا والحال الثاني أن يكون مستورا فإن كان مكشوفا فإنه يجب غسله بالماء فإن كان الماء يضره ويتعذر ذلك عليه فإنه يمسح الجرح فإن كان يتعذر ذلك المسح فإنه يتيمم ويترك ويترك الغسل والمسح أما إن كان مستورا فليس فيه إلا المسح فإن أضره فيعدل إلى التيمم كيفية المسح على الجبيرة يمسح على جميع الجبيرة ولا يترك شيء منها فلا يمسح على ظاهرها كالخف وإنما يمسح الظاهر والباطن والأطراف لحديث صاحب الشجة ويمسح عليها فهذا شامل لكل الجبيرة ومن كل الجوانب ما يبطل المسح على الجبيرة أو ما يبطل المسح على الجبيرة يبطل المسح على الجبيرة بحلها فإذا حلت الجبيرة ونزعت إما بسبب البر وإما بسبب آخر فإنه لا يجوز حينئذ المسح عليها الفروق بين المسح على الجبيرة وبقية الممسحات هناك عدة فروق الفرق الأول أن الجبيرة لا تختص بعضم معين بخلاف الخف فإنه يختص بالرجل والعمامة والخمار يختصان بالرأس الأمر للفرق الثاني أن المسح على الجبيرة جائز في الحدثين الأكبر والأصغر وباقي الممسحات لا يجوز إلا في الحدث الأصغر الفرق الثالث أن المس على الجبيرة غير مؤقت بوقت وإنما يبقى حتى يبرؤ الجرح وباقي الممسحات مؤقتة وسبق الخلاف في توقيت العمامة وما يقاس عليها من الخمار الفرق الرابع أن الجبيرة لا يشترط لها أو لا تشترط لها الطهارة وهذا على القول الراجح وبقية الممسحات لا تلبس إلا على طهارة على خلاف بين أهل العلم في العمامة والخمار هذا والله أعلم